السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة السوكروشي. في الفيديو ده ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي بننظف قطع الخشب اللي بنشتغل عليها ايا كان الخشب اللي احنا هنعمله ده عبارة عن ايه? يعني سواء صينية سواء حامل مصحف آآ ايا كان الخشب اللي هنشتغل عليكو روشيه هنشوف مع بعض ازاي هننظفه. طبعا اول طريقة للتنظيف هي مناديل الوايبس او المناديل المبللة بس ما يكونش فيها مواد كيموية. طيب مش موجودة يبقى البلدج بتاع الموبيليا اللي بنمسح به الخشب. مش موجود هنعمل بابسط طريقة واسهل حاجة اللي متوفرة عند كل الناس. هتجيبي اي قطعة قماش بس تكون قطن. يفضل تكون قطن. وشوية مية. بس كده وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا انتم شايفين المنظر بتاع الخشب عامل ازاي? اللي هنعمله على قطعة هيتعمل على باقي القطع. باجي اخد شوية مية صغيرة خالص كده. طبعا انشف ده عشان ما بوصل الخشب. كده. اهو. شوية مية صغيرة يعني بقت مبلولة بسيط. وباجي امسك القطع بتاعتي بالراحة خالص. وامشي عليها كده. بالراحة ما يعني ما اعملش كده جامل. لا. الراحة خالص. كده انا شايفة ان كل الحاجات الملونة اللي عندي دي راحت. اقليبها بصوا بقى القماشة بقت عاملة ازاي? برضو ده نفس الطريقة كده. نغير المكان عشان ما يبهدليش الخشب بتاعي. وافضل اعمل كده بالراحة خالص لحد اما كل الاسويت دي روح. ولما لقيها توسخت قوي كده اغير المكان وابل حتة تانية جديدة. بلت جزء جديد. لو لقيتو مبلول قوي معي كده ابدأ انشف على طول الاجزاء دي بعد ما تنضف. بجزء ناشف وانشف بسرعة اللي تبل ده عشان الخشب ما يبص معي. اهم حاجة عندي مش مشكلة الاجزاء اللي هتتدارى في الخير قد ما المهمة عندي الاجزاء اللي هتبقى بينة. يعني ده امشي عليه بس مش لازم اطلع كل اللي فيه قوي يعني. بس يكفي كده. وانشفها. بس كده بتكون معي نظيفة ومش بتأزي الخيط حتى لو الخيط فاتح. طبعا انت لو بتشتغلي بخيط فاتح بتلف ده على بنسة او حجر فيع او لو عندك قطنة ودال وبتدخليها في الفراغات دي برضو بتنظفيها عشان ما توسخ لكيش الخيط. او زي ما احنا شايفين كده بنعمل كل القطع بالشكل ده. وبنلاقي القماشة معانا بقى يعني طلعة سودة وفيها حاجات صعبة كده. وهتلاقي ايدك اصلا بتتبهدل يعني بصوا ايه دي. الايد نفسها بصوا. تتوسخ من الاسود اللي بيكون هنا. فلازم يتنظف كويس قوي علشان ما يبوزليش الشغل وكمان يبقى شغلي شكله نظيف وانيق كده يعني. يا ربي يكون استفدتم الفيديو ويكون عجبكو. لو عجبكو الفيديو عملوا لايك ولو ما عجبكوش عملو ديسلايك ولو في اي سؤال اكتبو في التعليقات وما تنسوش تتابع علشان تشوفوا ده ايه وهنشتغلوا ازاي. اشوفكم في فيديو جديد وابداع جديد دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.